يعمل الذكاء الاصطناعي على معالجة كميات كبيرة من البيانات المالية بشكل سريع ودقيق مما يسهم في تحليل النماذج والاتجاهات الرئيسية وتحديد العوامل المؤثرة في أسواق المال ومن هذا المنطلق تم توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في رصد الفرص الاستثمارية ومتابعة تقلبات الأسعار التطور في مجال المال والأعمال امتد لأسواق المال التي تعتبر عصب الحياة الاقتصادية في الدول المتقدمة والتي وظفت أدوات الذكاء الاصطناعي في التحليل الفني لا سيما في المنتجات المالية ذات التقلبات السعرية العالية بالإمكان الاستفادة من الذكاء الصناعي في التداولات والسوق المالي عبر استخدامه لتحليل البيانات المالية والسوقية بشكل دقيق وأسرع هذه التقنية أيضا تساعد على التنبؤ بناء على البيانات التاريخية وأيضا حركة الأسعار تنبئ على حركة السوق القادمة وقد يكون الوصول إلى المعلومات بشكل أفضل وأسرع بعض أدوات الذكاء الاصطناعي تحاكي سلوك المستثمرين وعليه تقدم عدة نصائح تساهم في اتخاذ القرار مبنية على عمليات حسابية معقدة حسب خبرتي الشخصية وتعاملي ويالذكاء الصناعي هو أداء تستخدم لمساعدة ومساندة المستثمر والمحلل المالي أولا تطرح أفكار ممكن يغفل عنها العقل البشري أثنين تساعد في توفير الجهد والوقت في عملية البحث على المعلومات ثلاثة ممكن أنها توظفها أن الشاركك أفكار من عدة نواحي ومن نظرات مختلفة سواء تكون إيجابية أو سلبية للاستثمار لكن في نقطة مهمة على وحية أن على المستثمر أو المحلل فهم أن هذه أدات مساندة وأدات مساعدة وليست متخذ قرار فلا يترك مصير اتخاذ القرار الاستثماري أو التحليل بيد الذكاء الصناعي تغنيات الذكاء الاصطناعي يمكن استخدامها لتحسين إدارة المال والمحافظة على تحسين الآداء إلا أنها لا تلغي الدور البشري في فهم تحركات الأسعار التي تتبع مؤشر الخوف أحيانا والتي تنعكس بشكل مباشر وغير مباشر في قرارات التداول والاستثمار فيصل الجاسم تلفزيون دولة الكويت